الراجل اللي أنا قاعد قدامه ده عمل حاجات كتير قوي بصراحة وبعدين بداياته مع طريق نور واللي يشتغل مع طريق نور يحب الشغلانة لأن طريق نور مع حفظ الألقاب راجل كده مبدع دماغي يعني المهم أنا بقول في حقك أوكل 200 عم طارق عشان تزود المرتب يعني لكن طريق الجنين بقى ضيفي المنتج لتجربة جميلة جدا ده راجل سافر أمريكا مفروض كان هيشتغل حاجة ودخل في سكة تاني خالص والسكة دي خدته هو منتج منفذ يعني كرياتيف ليبع في الإعلام في الإعلانات في الدراما كوكتيل أنا عد نفصصه مع بعض وإحنا قاعدين في الخمسة وثلاثين دي أدول مساء الفل مساء الفل ونخلص بالحلقة دي نمدعه دي إنتاج أي حاجة أنا جاهز بس ما قدرش أعلي على طريق ده يا أستاذي أصلي جتلي مع الراجل اللي ما قدرش أجي نحيته طيب ترى الجناية راح البداية أمريكا أنا رحت أمريكا في مدرسة وأنا عندي 14 سنة ونوص تقريبا في أمريكا مدرسة داخلية على كده تعرف إنجليزي بقى إلى حد ما يعني ما ورجعت دخلت دخلت جامعة عن 16 سنة خلصت رجاء درست أنا درست متخرج من كليتين متخرج من أمريكا بيزنس مانجمنت ومتخرج من جامعة الأمريكية علوم سياسية علوم سياسية طب علوم سياسية أنت مفروض تروح الخارجية بقى أنا كنت رايح كنت رايح وكان امتحان الخارجية في سبتمبر فأنا قلت إيه خلاص إيه اللي 4 أشهر دول أشتغل في يوم علشان يعني ما أعودش كده ولغاية ما أعمل امتحان الخارجية فبتيت شغل مع طرق نور يعني لو أنت رايح الخارجية قلت أعد على طرق نور روحت قلت أعد على طرق نور اللي 4-15 أشهر الجوين دول لغاية ما أروح عمل امتحان الخارجية عدت 3 سنين 3 سنين فنسيت الخارجية نسيتها خلص بقى سنة الأول كان سنة 2001 2001 ابتديت مع طرق حاجة اللي هو بيتقال عليه أكاونت هاندلنج كنا بنمسك الأكاونت فكان الأكاونت اللي كنت شغال عليه وقتها كان Vodafone كنا لسه وقتها بنقلب كليك لVodafone كليك أصبحت تحمل اسم Vodafone ما معنى هذا يعني حاجات بقى الكرياتي بتاعة الأعلانات والكلام ده والأكاونت هاندلنج وأول أعلان أنا فاكر كبير عملته كان أعلان بيبو فرق عجيجي كان مع أستاذ شيف عرفة كان عن طارق برضو وعملنا بقى أعلانات كتيرة بعد كيه مع ميدو ومع بتاعه حاجات كنت بتحط الفكرة ولا كنت بتتبع تنفيذك هو الأكاونت ولا تعكم العميل وتجيبه يمضي إيه لأحدك به إيه لأحدك به يعني الأكاونت هاندلر بيبقى هو اللينك ما بين كل الدبارتمنتز اللي في الشركة والعميل هو اللي بياخد البرييف من العميل يشوف مع الكرياتي الفكرة دي تنفع ما تنفعش ناخد أي فكرة للعميل ده 3 سنين اللي كانوا مع طارق نور ابتديت الأول كده وبعد كده شوية شوية بقيت بشتغل في البزنس ديفالبمينت بقيت بشتغل على البيتشز بتاعة الكلاينس الجداد لو فيه عميل جديد عايزين نجيبه بنروح نعمله بريزنتيشن على ليه المفروض ده بقى شغلك انت الخاص لأ ده لسه مع طارق لسه مع طارق سبت طارق طبعا بقول طارق مع حفظ الألقاب لأنه هو بيطلب لنا كلنا من وإحنا صغارين نحنا نقول له طارق نور على دونه نحنا كنا بنتخضى أصلا نحنا داخلينا عائل صغارة فمستر طارق إيه مستر دي اسمي طارق ماشي أوكي طارق أوفا